أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصدي وأصدم على خاتم أنبيائه ورسلي وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد يسأل كثير من الناس لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى اللغة العربية لينزل بها آخر هدايته للبشرية القرآن الكريم وغالبية الناس يتخيلون أن العربية هي صفة لسكان الجزيرة العربية أو سكان البادية لصفة عامة وهذا غير صحيح عربة في اللغة العربية كمولة وخلى من النقص ومن العيد ووصل إلى درجة من الكمال البشري فلذلك الإسلام لا يعترف بالعقيات الإقليمية الضيقة لأنه يرد الناس جميعا إلى أب واحد وأم واحدة وما آدم وحواء عريفا سلام ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم ومن ثراب البحث الدقيق أثبت أن اللغة العربية هي أصل جميع اللغات هي لغة أبوين آدم وحواء عليه السلام وهي لغة أهل الجنة كما جاء في إشارات لبوية كثيرة وأن جميع لغات العالم انبثقت عن اللغة العربية ولكن المنظور المادي الذي ساد أهل الأرض في أيابنا هذه شتت أفكار الناس القرآن يقول لنا أن البشر جميعا جاءوا من أب واحد وأم واحدة وما آدم وحواء عليه السلام وأنهما أدخل جنة أرضية كانت في منطقة مرتفعة حول مكة المكرمة كالطائف مثلا وسكن مكة وعاش ودفن يعني عاش ومات ودفن في مكة المكرمة والذي يعرف طبيعة مكة المكرمة يدرك أنها لا تتحمل عددا كبيرا من الناس فعندما يزيد العدد تبدأ الهجرات ومع الهجرات يعني كان يقصد تقصد المناطق ذات المصادر المائية الدائمة كالعراق وكمصر ومع الهجرة تتحول اللغة إلى لهجة ومع الزمن تتحول اللهجة إلى لغة مختلفة وتتعاصل اللغات كما يتعاصل البشر يعني البشر جميعا مردهم إلى أب واحد وأم واحدة والتريق يؤكد لنا على أن لغة أبوين آدم وحواء عليه وسلم كانت اللغة العربية لأنه من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آدم عندما عطس قال الحمد لله وكلمة الحمد لا نظير لها في أي لغة غير اللغة العربية ولفظ الجلالة لا نظير له في أي لغة أخرى لذلك من هذا الشاهد ومن غيره الشواهد الكثيرة والتي منها أن اللغة العربية لها كلمات في أغلب لغات الأرض أو في كل لغات الأرض تقريبا وهناك مزايا كثيرة للغة العربية يعني أنها أغنى اللغات في عدد الكلمات عندها 16 ألف جذر بينما أكثر اللغات انتشارا في عالم اليوم تزيد عن 1600 أو 1600 جذر سهولة الاشتقاق أن الكلمة الواحدة يمكن أن يشتق منها كلمات كثيرة وهذا لا يتوفر إلى اللغة العربية كثرة المرادفات يعني الكلمة الواحدة لها دلالات متعدلة ضبط القواعد اللغوية في اللغة العربية وجود أنفاظ عربية في أغلب لغات أهل الأرض وجود مخطوط في شب جزيرة سيناء باللغة العربية يقدر عمره بأكثر من 4000 سنة ويعتبر أقدم مخطوط يعرفه العالم اليوم عقدت مؤتمرات كثيرة لدراسة أصل اللغات وكان يتغلب عليها العرق أكثر من المنهج العلم الصحيح ثم أنشئت كلية للغات في جامعة لندن وبعد دراسة استمرت أكثر من 10 سنوات توصلوا إلى أن العربية هي أصل لغات العالم قاطبة وأنها هي اللغة الباقية يعني هي أول لغة يعرفتها الأرض وستبقى إلى آخر الزمن لأن اللغات المشتقة هذه التي بدأت كلهلة ثم تطورت إلى لغة هذه اللغات تموت بسرعة شديدة ومعروف الآن أن عدد كبير من لغات الأرض قد اندثر وضع ونسي تماما والدراسات اللغوية الدقيقة تؤكد لنا على أن اللغة العربية ستبقى إلى قيم الساعة من هنا جاءت الرسالة الربادية الإلهية الأخيرة باللغة العربية وبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة حتى يلتقي أول الأنبياء وهو آدم عليه السلام بختام النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويعني هذا التأكيد على وحدة الجنس البشري وعلى إلغاء العصبيات الإقليمية الضيقة التي نهينا عنها والتي قال عنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة أقول يسميننا من دعا إلى عصبية لذلك نقول أن انطلاقا من إيماننا بالأصل البشري الواحد أدم وحوء عليه السلام لابد من الإيمان بأن أصل اللغته لغة واحدة وهذه اللغة كانت هي اللغة العربية والقرآن يعلمنا بأن الله تعالى هو الذي ألهم أبوين آدم وحوء عليه السلام هذه اللغة فقال عزب بن غائل وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ومجرد وجود أجهزة النطق والسمع والقدر على البيان عند الإنسان ينفي تماما دعاوى الغربيين بأن الإنسان بدأ جاهلا أبكما لا يعرف لغة ولا يعرف دين وأنه تعلم النطق من الطيور ومن غيرها من الحيوانات وأنه تعلم الدين من الكوارث الطبيعية لذلك نقول أن الاتجاه المادي الذي ساده الثقافة المعاصرة قد أضرب الإنسان ضررا بليغا وقد شوه كثير من الحقائق التي يحتاجها الإنسان في دراساته المتنوعة المختلفة وقيام جماعة لندن بهذه الدراسة التي توصل إلى أن اللغة تتعاصل كما تعاصل البشر وأن أصل اللغة الجميعا هو اللغة العربية وهي أكمل اللغات وأغناها وأفراها يعني مرادفات وقدرة على الاشتقاق وقدرة على التعبير لذلك أغلب دول العالم الآن تكتب أوراقها رسمية باللغة العربية وأذكر أن الروس عندما بدأوا في دفن مفاعل شرنوبل لم يجدوا لغة يتوقعون بقاءها للأسبنة القادمة يعني أنها لن تضيع يكتبوا بها هذا التحذير إلا لغة العربية يريدون أن يقول للناس هذا مفاعل نووي قد يصيبوا بالإشاع بأضرار خطيرة لم يجدوا لغة يكتبون بها هذا التحذير إلا لغة العربية والملاحظ الآن أن غالبية موظفي وزارات خارجية في كافة دول العالم يتعلمون اللغة العربية ويكتبون وثائقهم من اللغة العربية خوفا عليها من الضياع لذلك نقول أن الله تعالى اختار اللغة العربية لكي يلون بها آخر هداء صبر هداءة البشرية آخر واحي سماوي وهو القرآن الكريم وأنه أمر إبراهيم عليه السلام أن يضع زوجه هاجر عليه الضوضاء ورضيئها إسماعيل عليه السلام في مكة المكرمة حتى يأتي من نسلهما محمد صلى الله عليه وسلم فيلتقي أول النبوة آدم عليه السلام بختم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم تأكيدا على وحدة رسالة السماء وعلى الخوة بين الأنبياء وبين الناس الجميعا من هنا كان نداؤنا بضرورة أن يهتم أبناء الإسلام والمسلمين والذين يعيشون في المنطقة العربية تجاوزا يعني اهتموا بهذه اللغة التي شرفها ربنا تبارك تعالى بأن جعلها أول لغة ينطق بها الإنسان وأنزل بها ختام رسالته للهدات البشرية ووصفها بالكمال المطلق فالعربية ليست عرق وليست جنسا وليست وصفا لأهل منطقة معينة ولكنها وصف لكمال المطلق الخالي من العيوب والخالي من الخطأ وإلى اللقاء القادم إن شاء الله استردائكم الله الذي لا تضيعه ودائعه دائيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا